موسيقى 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 يا الصوت عام لي ويركبش نحي الهواء هدلي الخبر وسلم لينا على أهلينا يا غربتي اللي ما ينفح بهدواء إلا الحباء يبوي الصهار بديها على الهواء صباح الخير لكل مشاهدينا ويما كنتوا عم تتابعونا نهار جديد نبتدي في رحلتنا الصباحية معكم وإن شاء الله يحمل كل الأمال والسلام للكم ويما كنتوا متواجدين بصباحنا لليوم رح نتوقف عند محطات صباحية عديدة رح نطرح من خلال كتير من المواضيع والمعلومات ونرصد فيها نبض الشارع السوري صباحنا بلش لكل من حابب يرافقنا بها الصباح ويساعد صباحك سالي يساعد صباحك قريج وصباح الخير لكل يلي قرر أنه يبتدي نهاره برفقتنا سواء رح نصلت الضوء على كتير من المواضيع الحياتية يلي بتهمنا وممكن تشكل نقطة التحول بطريقة تفكيرنا ومن قلب مدينة الياسمين رح تكون بداية يوم جديد نتمنى أنه يحمل كل الأمل لكم وما كنتوا متواجدين صباحنا بلش مع مواضيع برفقتنا لكن بعد الفاصل ساريك اليوم بجولتنا الصباحية منبداها بأهم الأخبار المنوعة حول العالم البداي من لبنان وصالون للتجميل وتصفيف شعر السيدات اللي بيستخدم حاليا طريقة جديدة وغير مألوفة لعلاج شعر النساء وتقويته من خلال الشوكولات وذلك بمسعى لزيادة الاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المغذيات الكيميائية يلي أكيد بتضرب الشعر أريج بتعتمد هالطريقة الغريبة على تدليك الشعر بالشوكولات مشان ما يتساقط ويتجدد الشعر التالف ويعتبر هالعلاج هو الأول من نوعه بالبنان وعملاء كثير طلب واسع من النساء منذ طرحه خلونا نتابع هالفكرة الغريبة مع بعض موسيقى يعني احنا عرضنا له تستفيد منه تبعد عن أي شيء كميكت لأنه ممكن السبيل تلاقي أنه مثلا بمحل ببيعوا ماسك تيجي تحطه على الشعر تكون عم تضر شعره مش عم تفيده بقى عرضنا هذا الشيء وكتير عليه أكبال بشكل ما الطبيعي في كتير أنه بيجوا بيطلبوه مننا وعملوه النتيجة وعم بعيدوه أكتر من مرة ومرتين موسيقى 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 سالي يعني منعرف بعض الصبغات المصنوعة من خلاصة الشوكولات موسيقى 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 فرناسي شمالي الهند زيا قتاليا معدنيا يدوي الصناع وينوي عرضه على الجيش الهندي من أجل تقوية قدراته في مكافحة الإرهاب خلونا نشوفها الابتكار بالفيديو التالي اشتركوا في القناة ثالي وختام ما أخبرنا المنوع على اليوم مع دراسة جديدة وغريبة بتقول أن كل الأشخاص الراغبين بإنقاذ وزنون ممكن يستفيدوا من التخلي عن شرب القهوة حيث وجدت الدراسة أن الكافيين بعزز الرغبة بتناول حلويات ويعتقد ريج الباحثون أن قدرة الكافيين على تعزيز اليقظة يقلل من الإدراك الحسي للمذاق الحلو ما قد يرفع الرغبة بتناول المزيد من الحلويات ويعتقد الباحثون أن قدرة الكافيين عن الحد من مستقلبات الضوء يمكن أن تسبب زيادة الرغبة لدى الأشخاص في تناول المزيد من الأطعمة ذات النكهات الحلوة وعند انخفاض قدرة الشخص على تذوق السكريات فإنه يضاعف كمية السكر في وجباته وبذلك فإن انخفاض حاسة التذوق ترتبط ارتباط وثيق بزيادة الوزن شو رأيك أريج؟ يعني دايما دراسات جديدة حول الكافيين والقهوة كثير من الدراسات بتأكد أنه مدار الكافيين وشرب القهوة خاصة الصباح بيأثر كثير بشكل سلبي وهي معلومة جديدة كمان تمام الرجل القهوة الصبح لازم يكون فيه قبل يا قطعت حلوية أنه الواحد يفطر بس إجمالا فيه ناس دغري بتشرب القهوة فهي عادة خاطئة أو هلأ المعلومة الجديدة يمكن إن شاء الله يكونوا استفادوا مننا وين رح نروح اللي؟ ختمنا أخبارنا المنوعة لليوم ورح نرجع بالذاكرة لورا ونقلب بصفحات روزنامة اليوم لنتعرف على الأحداث التي صارت بمثلها لكل يوم أحداثه وأخباره منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر في مثل هذا اليوم من عام 1916 ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى وفي عام 1943 إضراب عام في دانمارك ضد الاحتلال النازي وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 اختتام الدورة الثانية من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في ناجينغ بالصين ومن أبرز الشخصيات التي أفصل في مثل هذا اليوم من عام 1749 يوهان فولفغانغ فون جوتا فيلسوف ألماني وفي عام 1919 جودفيري هونسفيلد مهندس كهربائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1979 أما أبرز اللجوه التي غيبها الموت عن عالمين في مثل هذا اليوم من عام 1995 وخمسة وتسعين نبيل الدسوئي ممثل مصري صباحنا لسه بأوله ويمكن سواء نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ نهاركم سعيد أريج بكل يوم معلومات منتعمة فيها لنتعرف على تجربة إبداعية تركة بصمتها على مدى التاريخ من هي شخصية اليوم من تعبع سواب التقرير التالي يوهان جوتا أحد أشهر أدباء ألمانيا المتميزين ترك إرثا أدبيا وثقافيا ضخما للمكتبة الألمانية والعالمية وكان له بالغ الأثر في الحياة الشعرية والأدبية والفلسفية وما زال التاريخ الأدبي يتذكر أعماله الخالدة التي ما زالت إرث المكتبات في العالم تقتنيها كواحدة من ثرواتها تنوع أدب جوتا ما بين الرواية والكتاب المسرحي والشعر وأبدع في كل منهم واهتم بالثقافة والأدب الشرقي ولد جوتا في الثامن والعشرين من آب من عام 1749 بمدينة فرانكفورت بألمانيا وعمل والده جاهدين من أجل أن يحصل ابنهما على قدر وافر من العلم وبالفعل حقق جوتا أملهما فتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى درس المحامة وتخرج من كليات الحقوق على الرغم من ذلك ظلت ميوله وعشقه للأدب جعله متأملا للأشياء من حوله واصفا لها في جمل رقيقة معبرة تنوعت مؤلفات جوتا بين الرواية والقصيدة والمسرحية نذكر من مؤلفاته آلام الشاب فيرتر من المسرحيات نذكر نزوة عاشق المتواطئون جوتسفون ذولياد الحديدية كلافيجو ومن قصائده بروميتيوس فاوست كما قدم واحدة من أروع أعماله وهي الديوان الغربي والشرقي الذي ظهر فيه تأثره بالفكر العربي توفي جوتا في الثاني والعشرين من آذار من عام الفان وثمانمائة وثنين وثلاثين بضاميار وهو في الثاني والثمانين من عمره وذلك بعد أن أثر المكتبة الألمانية والعالمية بالعديد من المؤلفات الأدبية القيمة وقد كان لجوتا أثرا كبيرا في الحياة الأدبية في عصره الأمر الذي أهله لأن يظل التاريخ يرادد اسمه كواحدا من أعظم الأدباء ونظرا للمكانة الأدبية التي مثلها جوتا تم إطلاق اسمه على أشهر معهدا لنشر ثقافة الألمانية في شتى أنحاء العالم وهو معهد كوتا الإبداع عنوانون والتميز هدفون هنطلب الدفعة الثانية من برامج العلوم الطبية الحيوية يلي هنم النتاج المركز الوطني للمتميزين واليوم خريجي الدفعة الثانية عم يقدموا مشاريع التخرج ضمن المؤتمر العلمي الأول حاملين أملهم بالتطوير العلمي والبحثي بسوريا لنتعرف أكثر على الهيكلية العلمية للبرامج الأكاديمية بصرنا أن نرحب الدكتور محمد عامر مارديني مدير البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع والخريجة لما أبو عيسى خريجت الدفعة الثانية من برنامج العلوم الطبية الحيوية يساعد صباحكم يا صباح خيرات أهلا وسهلا فيكم صباح العلم والمعرفة بوجودكم اليوم ضمن صباحنا إن شاء الله دكتور بالبداية خلينا نتعرف أكثر على الهيكلية العلمية والبحثية للبرامج الأكاديمية طبعا البرامج الأكاديمية هي إدارة جزء من هيئة التميز والإبداع اللي بتضم ثلاث قطاعات قطاع إدارة البرامج الأكاديمية وفي إدارة الأولمبياد العلمي وفي مركز وطني المتميزين اللي صار بيعرفوا الشارع السوري كلاياته طبعا هذه الهيكلية بيحكمها مجلس إدارة الآن نحن في إطار تطوير تحويل مجلس إدارة إن شاء الله قريبا إلى مجلس أمناء اللي هو بخطة استراتيجية هالقطاعات الثلاثة ومنها إدارة البرامج الأكاديمية إدارة البرامج الأكاديمية هي عمليا تأخذ مخرجات لمركز الوطني المتميزين وادخلهم في برامج خاصة فيهم هالبرامج متوزع بالجامعات السورية وبالمراكز البحثية لحقيقة هالبرامج في عدد معين من الطلاب يتخرجوا منها يتابعوا دراستهم إن شاء الله لاحقا في درجة الماجستير والدكتورة خارجا لا يعودوا بإذن الله مشروع بحث علمي متميز في سوريا نعم دكتور رح ننتقل للمشاريع رح ننتقل لعندك لما تخبرنا عن مشروعك العلمي اللي قدمتي أنا مشروعي بعنوان دراسة تقييم التعبير الجيني للجينة البكي بيثري عند مرضى الإبيضات أهم كلمة بالعنوان أنه عند مرضى الإبيضات في سوريا أنا اليوم بفخر أقول أنه نحنا صرنا عم ندرس هكي قصص جزيئية عند الشريحة معينة اللي هي المرضى عندنا يعني مو بأي مرضى تاني غير ببلدنا نحنا هلأ هي كانت اللي بحب أقوله كمان أنه هي دراسة أول مرة بتندرس بالإبيضات هون وبرات البلد نحنا أخذنا الجينية اللي عم ندرس بعدة أمراض وشفنا أنه إبيضات الدم أو السرطان الدم كتير منتشر عندنا بالبلد فإنه نحنا فينا نحنا ندرسه كونه نحنا المعنيين بالدرجة الأولى بهيك شي ورح نستخدم إن شاء الله كمشعر إنزاري لنقدر نتنبأ بحالة المريض مستقبلا دكتور يعني الاختصاصات ضمن البرامج الأكاديمية على أي أسس انوضعت وهل في فكرة لا زيادة الاختصاصات وفتح اختصاصات جديدة طبعا هذا مشروع عمره الآن سبع سنوات نحنا من سبع سنين كان في اجتماعات مكسة في وزارة تعليم العالي والهيئة البحسية لا وضع خارطة خلينا نقول لاختصاصات موجودة غير موجودة أساسا في سوريا ونحاول ندخل فيها المتميزين لكنها هي اختصاصات معروفة على مستوى العالم عن البرنامج مثلا العلوم الطبية الحيوية اللي هو مزيج بين العلوم الطبية والعلوم الصيدلانية والعلوم بشكل عام البيولوجية هذا البرنامج اللي منه نلمع خريجة طبعا جديدة إن شاء الله حتى تابع دراسته بالماجستيب الدكتوراه بتحطضنوا كلية السيدالية ويشاركوا فيه مجموعة من الأساتذية سواء من كليات الطب البشري أو كليات العلوم أو كليات السيدالية وبالنهاية هالبرنامج بيوم البحث العلمي الطبي خلينا نحكي يلي ما عنا يالحنا موجود أساسا في سوريا في برنامج علوم الليزر وتقنات الليزر أيضا برنامج مهم للغاية بتحطضنوا كلية العلوم الآن والمعهد العالي لتقنات الليزر كمان عم يطلع لنا خرجين على مستوى عالي الليحنا في علوم الليزر الليحنا مفتقدوا أساسا في برنامج الميكاترونيكس يلي ماشي طبعا بتحطضنوا جامع التشرين وهذا من البرامج كمان اللي كويسي الميكاترونيكس اللي بيجمع علوم ثلاثة الميكانيك والإلكترون الحقيقة عنا مجموعة بخرجيين بيشتغلوا بالروبوتيكس يعني بالزراع الزكية بالقضايا كلها ياتي اللي ممكن تخدم أيضا الواقع السوري الآن اللي عايشينه اللي احنا من كثرة عدد الجرحة والمصابين والمعوقين الحقيقة الخريجين إن شاء الله حيساعدوا في موضوع في قضايا الأطراف الصناعية بإذن الله طبعا في أيضا في عنا جوينت بروغرامس مع مركز البحوث العلمية في هندسة المواد في علوم الحاسوب الحقيقة اختصاصات متنوعة بس كلها بحاجتها بلدنا سوريا حاجة كبيرة جدا هي العالم كله بحاجته بس لحنا بسوريا عم نأسس إن شاء الله لمجموعة بحسية في هذه العلوم تقود سوريا في مجال البحث العلمي نعم دكتور رح ننتقل كمان نرجع للماء ونعرف لأي درجة لما اشتركت المسئولية مع البحث مع الإبداع العلمي عند الطلاب البرامج الأكاديمية يعني كان فيه سعي لأنه نطور سوريا علميا أنا قبل ما جاوبك على سؤالك بدي إليك أنه قبل ما أفوت على الهون على الستوديو بخمس دقائق كان عمي ينسأل الدكتور عامر حول أنه الوضع البرامج وهيك فأشر علي وقال أنه سوريا واللادة أنا بدي قل لك أنه هاي الكلمة من دكتور عامر أو أن أي حدا بيأمن فينا وبيوسق فينا بتوقع بتعطي للمسئولية شي كتير حلو شي ما بيخوف أبدا بوجود كون أكيد بوجود بس أنه نحنا بدينا نوصل لشي للبلد أنه نحنا العلم لا نرفاهية ولانه هيكي طرف العلم نحنا بحاجة لنعكس على الواقع لنقدر نرجع على الخارطة كل ياتنا يعني ما فينا حدا يقول أنه أنا بدي ما إلي علاقة بالتطوير أو ما إلي علاقة بالأزمة نحنا بتوقع كل ياتنا نحنا وإنت وكل حدا مو كمتميزين كل ياتنا عنا هاي المسئولين لنرجع نطور ونحسن فبتوقع أنه المركز تسجبت المركز والمتابعة بعدين بالجامعة عاطتنا كل ياتنا هذا الإحساس نحنا هلا رح ننطلع لبرات البلد وعنا أساس كتير صح من نفخر فيه وكل ياتنا عنا حلمنا أنه نرجع ونلاقيها البيئة الحاضمة نحنا وقتلي اليوم نناقش مشاريع التخرج بقاعة ردة سعيد مو مش هنجيب الفخر لحالنا أو نحنا بنحب البروزة لا نحنا بكل بساطة بدنا نقلون للعالم أنه أنتوا فيكن تجوا تحضرونا نحنا بحاجة لثقة المجتمع فينا نحنا بحاجة لثقة كل دوائر الدولة فينا لأنه بالأخير نحنا بدنا نشتغل نحنا جزء من المجتمع نحنا بحاجة كلنا نشتغل معلمكم سنعكس على بلدنا أكيد كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة ضمن المؤتمر العلمي الأول دعونا نتابع كيف كانت الأجواء ونرجع نكفي حديثنا مع حضراتكم ضمن استراتيجية هيئة التمييز والإبداع في رعاية مواهب التمييز وتطوير مهاراتها العلمية التخصصية بدءا من التعليم المدرسي في المركز الوطني للمتميزين انطلاقا إلى التعليم الجامعي في البرامج الأكاديمية أقامت هيئة التمييز والإبداع إدارة البرامج الأكاديمية وبالتعاون مع جامعة دمشق المؤتمر العلمي الأول لبرنامج العلوم الطبية الحيوية حيث تمت مناقشة مشاريع تخرج طلاب الدفعة الثانية من برنامج العلوم الطبية الحيوية في قاعة رضا سعيد جامعة دمشق نحنا أوفتنا الدفعة الأولى من خلال وزارة تعليم العالي العام الماضي ونحن بصدد إفاد الدفعة الثانية هلأ عددهم 56 شاب وشابة أو طبيب وطبيبة إن صح التعبير هؤلاء الشباب والشابات إن شاء الله سيتابعون مسيرتهم العلمية حتى يحصلوا الماجستير وشهادة الدكتوراه حتى يرجعوا ويعكسوا هذا الشي على وطنهم على بلدهم هن كلهم باحثين لحيشتغلوا ببرامج بحسية ويرزدوا الحالات اللي بيحاجي لتقويم وعلاج فكرة المشاريع اللي أنجزناها نحنا هي فكرة أنه نطلع على الواقع البحسي هون بالبلاد والواقع الصحي مشان لما نحنا نطلع عن أنجز برا أو حتى نعرف لما بنا نأخذ المعلومات أو نتعلم بالمجال العملي أكتر نعرف شو الأصص النقصة هون بالبلاد حتى نعرف نرمم هيدا الموضوع يعني مشاروعي أنا بيحكي عن أبيضادات الدم أبيضادات الدم مثل ما بنعرف هي كتير أنه الخباسات الدموية بتشكل كتير عقدة بالأمراض عندنا في سوريا وكتير نسبة من الناس مصابين فيها ببلدنا فمشروعنا نحنا كتير كتير مهم ليدرس الجينة متعلقة بهذا الأبيضات وإن شاء الله رح يشوف حل لهذا الموضوع ويقدم علاج أمسا للطلاب فبرأي إلى المرضى وجرد أنه تنظم مؤتمر تعب ناس فيه سمنوا عملنا أكتر كتير حاسين حالنا أنه حاملين مسؤولي أنا عن جد كتير فخورة بالوقفة هون بجامعة دمشق بقاعدة رضا سعيد أتمنى مشروعي بكرة أنا عرضي بكرة أتمنى يكون بليق بهذه الطاعة اللي نحنا واقفين فيها بليق بجامعة دمشق اللي كتير قدمت لنا التحصيل العلمي للمتميزين لن يتوقف عند الدراسة في المركز الوطني للمتميزين وبعده في الدراسة الجامعية في البرامج الأكاديمية فالرعاية مستمرة لهؤلاء المبدعين في التمييز عبر الإفادات الخارجية وبانتظارهم لمتابعة تحصيلهم العلمي بالدراسات العليا يعني دكتور بعد ما تابعنا أجواء المؤتمر العلمي رح نطرح سؤال عن مستقبل هيدا البرامج يعني والطلاب كيف رح تنعكس بحثهم العلمي على التطور الطبي طبعا والعلمي بسوريا طبعا دي شير نقطة كتير مهمة في أي مشروع في العالم مو بسانة بسوريا أول قضية بندرسة لحنا فرص هذا المشروع فرص نجاح هذا المشروع لما بنقول فرص نجاح هذا المشروع كمان أول قضية بتندرس هي توفر الإرادة إذا بدنا نحكي على الإرادة الإرادة طبعا الإرادة على مستوى الدولة بنحكي لحنا الإرادة ما في عظم من هيئة إرادة لأنه في عناية مباشرة من قبل السيد الرئيس من قبل السيد الأولى نعم الحقيقة يلي متابعتهم شبه لحظية ما حتى ما نقوم شبه يومية لكل قضايا التمييز والأبداع بسوريا ونحن نطمن بأول شيء على المستوى الروحي لأنه في عنا إرادة قادرة أنه تصممنا لحنا مشروع إن شاء الله مستقبل إلى هؤلاء المتميزين هناك قضايا كثيرة عم نتابع لحنا من خلال مجلس الإدارة عم نتابع كل القضايا التفصيلية لعودة هؤلاء إن شاء الله بعد أربع سنوات أو خمس سنوات بداية في عنا فيما يتعلق بالعلوم الطبية الحيوية الآن نحن في إطار إحداث حاضنة للعلاجات الخلوية والحيوية وحيكونوا إن شاء الله المتميزين هن الأساس في الأبحاث العلمية الخاصة كما ذكرت من شوي على موضوع العلوم الطبية يعني نعطي مثال في دراسات كثيرة على اللايشمانيا اللايشمانيا مرض مستوطن في سوريا وزارة صحة قادرة تعالج الجامعات بتأخذ أبحاث أكاديمية لكن المتميزين هيأخذوا أبحاث علمية تطبيقية لمعالجة مثل هذه المشاكل الموجودة عندنا بيشاركون مثل ما أنا جماعة الميكاترونيكس كمان هم نحاول إن شاء الله الآن في إطار مباحثات مع شركة عالمية لأحداث أيضا حاضنة للطلاب الميكاترونيكس إن شاء الله بجامعة تشرين لاستقطاب كمان الأبحاث العلمية المتميزية اللي بتساعد موضوع إعادة العمار بسوريا وخاصة على مستوى المعوقين والمصابين يلي حكيت عنهم إذن في عنا خطط الآن عم ندرسها في مجلس الإدارة أنا بتصوري خلال فترة عودتهم إن شاء الله بيكونوا في استقطاب كامل لكل هؤلاء الخريجين وإن شاء الله حيأدوا بعلمهم وبتفكيرهم بإرادتهم يأدوا الأبحاث العمية التحتاجة سوريا إن شاء الله يعني دكتور دايما بينساء السؤال إن طلاب الأولمبياد العلمي السوري أو المركز الوطني للمتميزين هالمبدعين والمفكرين إذا فينا نقول إنه وين رح يكون مستقبلهم بعض ما يتخرجوا من هالمرحلة هاي بالنشاة البرامج الأكاديمية بس النوهة دكتور رح يتم إيفادهم للخارج لحتى يدرسوا دراسات العليا ماهينك؟ صحيح بالتأكيد البروست كامل أو المسار واضح بالنسبة إننا نحنا خرجين مركز للوطني المتميزين الأولمبياد اللي بيحب يدخل على البرامج الأكاديمية أيضا حيمشوا لحنا في البرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعات السورية بعد منا حيتابعوا دراستهم خارجة إن شاء الله في الماجستير والدكتورة ويعودوا إننا ومشتقين لعودتهم إن شاء الله باحثين متميزين في سوريا إن شاء الله في انطرح كمان ضمن المؤتمر دكتور إنه رح يصير في حاضنة علمية بحثية علاجية رح تصير بالبلد عنها خبرنا أكتر عنها وأمتى ممكن تشهد سوريا هالحاضنة؟ حكيت من شوي لحنا بالتعاون مع كلية الطب بالتنسيق مع رأسي الجامعة دمش مشكورة طبعا أخذنا مكان في كلية الطب لأحداث حاضنة للعلاجات الحيوية إن شاء الله كل الأبحاث والطلاب سواء على مستوى الآن الـ undergraduate ولا الـ postgraduate حيكون في عنا شغل ضمن هذه الحاضنة وأنا برأيي مخرجات هذه الحاضنة مفيدة بالتأكيد سواء على مستوى الطبية أو مستوى العلاجات بشكل عام لكننا عم نحكي عن اللاشمانيا عم نحكي على السرطانات بيضا ضد دم أيضا في بعض القضايا عندي طالبة أنا حكيت كمامة شوي بتعين أيضا اختبارات وزارة الصحة فيما تعلق برقابة الأدوية حم نشتغل على رقابة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين باستهلاكه عالي جدا في سوريا لحيث المتميزين عندهم أفكار أفكار حلوة جدا وبدن حاضنة يشتغلوا عليها وكلما تم خريج دفعة من البرامج الأكاديمية رح يتم اندمامها لهالحاضنة بالتأكيد عقدتهم هي حتستقطع بالعدد الأكبر منهم لكن نحنا في إطار توسيع كمان هذا الحاضنة لا مو بس الحاضنة توسيع عملنا مع الوزارات والمؤسسات الأخرى خلال التشبيك لايضا لزرع للتشبيك ولزرع أيضا نقاط تميز حتى في مؤسسات الدولة إن شاء الله يا رب التميز والأبداع هو دائما عنوان سوريا لما دائما في هدف الإنسان بيسعى لأنو يوصله لوين بدك توصله وشو هدفك هلا يمكن أنا لتبديقات جوابك لوين بدي وصل بدي طول كتير بدي كزاحل أراحات فيك هلا أهم كتير شغلاتي اللي بحلم أني وصلها شده لي خدي وقتك هلا أنا خلال ثلاثة أسابيع تقريبا رحكون فيه أمبارات البلادي يعني بعد ثلاثة أسابيع ببلش إفادي الخارجي باختصاص أنا كتير مبسوطة فيه لأنو كان خياري وبناسب نطموحي ورغبتي هلا أكيد بحلم كمل مجسفير ودكتوراه بس يمكن لهون قسا ما بكون حققت شيء ما بكون أضفت ولا قيمة مضافة لسه فيه وقيمة المضافة أكيد لبعدين لأنه هلا مثل ما قلتلك بجوابي الأول فيه شي لازم يطبق على الأرض الواقع ساعة تبقى ببلش تقولي أنا برصيدي كذا أنا برصيدي كذا أنا قدمت لبلدي مثلا شغلة معينة بحلم هلا عنيقول دكتور أنا أنا الفكرة الحاضمة مثل عطتنا هيك أمل يعني بوقتنا احنا كنا كتير بحاجة هو بصيص ضوء كارت لألكم نحنا بحاجة هيك مراكز علاجي أنا أكتر من بصيص لمبا نحنا بحاجة هيك شيء بحاجة أرض عمل لحتى نقدر نشتغل فيها بس أنا يمكن عندي شغلة تانية أنا بحلم أني إرجع ضيف قيمة بس للتجربة بحد ذاتها لإدارة التجربة بحد ذاتها لازم دكتور عامر يكون عملي أوكي لأنه أنا بقامن أنه الناس يقادرين يطوروا التجربة نحنا بحاجة لناس اللي أساسا هم عاشوا فيعني بتفيك تقولي الصعيد العلمي والصعيد أدامهم تطوير التجربة أكيد نحنا أنت بالأخير بلد الأزمة كلها البلد العالم كله عم يتطور أنت هلأ عندك شغلة عم تقولي أنت فوقت فيها على عدة دول بس أنت الدول حواليكي كمان عم تنمى وتتطور أنت بدك تضلي تتطوري نحنا بالأخير يعني لازم نضل عم نسابق عم نسابق زوقفنا ما عدت في مجال أبدا نرجع لوراء تماما يعني دائماً ريج عجلة العلم هي لأدام ما شي وطبعاً بوجود هيك طلاب متميزين عم يسابقوا طبعاً ليوصلوا لهدفهم فهذا شيء منفتخر نحنا فيه دكتور يعني بزل الظروف اللي عم تمر في سوريا عم نلاقي الطلاب أكتر إبداع وأكتر تميز علمي ودائماً عم يحققوا مراكز متقدمة وميداليات وشهادات تقرير بالمسابقات العالمية والمشاركات الدولية اليوم بالفعل طالبنا سوري قديش مهم أنه يبحث علمياً أكتر وقديش عم تلاقي هالحماس اللي جواتهم أنه هن بالفعل حابين يطوروا بلدهم علمي قديش عم تلاقي هالروح الموجودة جواتهم وهالطاقة اللي عندهم وهذا سؤال سؤال أساسي في كل مشاريع اللي بتقوم فيها أي دولة معها ومنها مشروع تميز الحقيقة كيف تقدمي انت للمتميزين البيئة الحاضنة اللي هنم بيحسنوا ينتجوا فيها هي أحد الإشكاليات اللي احنا مقصرين فيها نحكي على طول دائماً يلي إلنا ويلي علينا هي موضوع البيئة الحاضنة واستقطاب المتميزين استقطاب عودتهم يعني القضية الحساسة اللي مفروض كل مؤسسات الدولة تشارك فيها هذا المتميز هو عبارة عن كنز من الدهب بس إذا الكنز تم بالأرض ومحسن طلعه أنا واستفاد منه واستخله كمجوهرات ما بيستفاد منه شيء بيتم هو بالأرض صحيح بقول أنا عندي مخزون قوي من المتميزين بس إذا ما ليعرفان استفاد منهم وأظهرهم في هذه الإشكالية هي هذا مشروع دولي وبالتالي الآن عرضنا لحنا مع سيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرض على لجنة السياسات بالحكومة مشروعنا وتحميل مسؤولية لكامل قطاعات الدولة في رعاية هؤلاء المتميزين وتقديم الدعم اللازم لحتى نحسن نعظم الاستفادة من عودتهم إن شاء الله والسيد رئيس هيئة التخطيط متابع معنا خطوة بخطوة إن شاء الله الأمور أنا متفائل يعني طالما برجع وبقول الإرادة متاحة ومتوفرة فالأمور بإذن الله ستمشي بالطريقة اللي لحنا منتوق إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعني لما دائما مثل ما كنا عم نحكي عن الأهداف عم نحكي عن الطموح رغم ظروف الأزمة بسوريا عم بنشوف الشباب متحمسين أكتر عم نشوف في طاقة في روح لأنه نتابعوا مسيرة العلم قديش أنتوا كشباب يعني رغم أنه في أزمة رح تطلعوا لبرها وإن شاء الله رح ترجعوا لنا طبعا رافعين يعني شو الشعور يلي يلي بيجي لكم وقت تقولوا أنه نحنا رغم الأزمة رح نرفع قسم سوريا عالي أنا بدي جاوبك على سؤالك بقصة صارت معي أنه أنا بعمل مقابلة على السكايب مع الجامعة اللي بدي جيب لنا القبول فتسقلي أنت وين تلقنا بالشام قالت لي أنه ما عدتكم ضرب بالشام قلت لها أنت سامع عنا ضرب قلت لي أنه ما حاسمع بجوز من اتصال الانترنت قلت لها قلت لي أن الوضع منيح قلت لها أنا جوابت جواب وهنا صاروا يبحكوا هنا كانوا ثلاث بيكاترة قلت لي أنه نحنا عنا ضرب ولا ما عنا ضرب نحنا رساتنا عم نحلم وأستاتني عم بعمل معك أنه نعمل نحنا مقابلة لكمل أنا بشيء علمي فبتسألني بعدين عن مشروع التخرج وفكرته وكذا فحكيت فصارت أنه عم قلنا استخدمنا تقنيات صارت تسألني أنه عن جد أنتوا عنكم هكت تقنيات قلت لها أكيد عننا قلت لي وانا ما عندي شك أبدا نحن أبدا مع الأزمة لك وسيلة ولا كمبرر وتوقع وقتين اللي بدنا نستخدم الأزمة كمبرر نحنا منكون بدل ما يكون مدتها فترة معينة من السنين نحنا عم نضربهم بثنين وثلاثة 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 ومتوقع هاي مو بس أنا كمتميزين لازم كل ياتنا كشباب بعمر الشباب كل ياتنا نتحمل مسؤولية يعني بالأخير هي البلد إلنا ما حيجي حدا تاني أبدا نحجي صلحة أكيد فهيك يعني هلأ أحب جاوبك على السؤال موفق أكيد شكرا دكتور اليوم عبر برنامجنا شو بتحب توجه كلمة ورسالة لكل هالطاقات الشبابية يلي حابين يتركوا بصمة علمية ببلدهم أول شي لازم أحكي نقطة كتير مهمة من خلال الخبرات المتراكمة سوريا طبعا اللي حكيناها بل شوي صحي وولادة بس كمان قادرة تحدث مشاريع تميز يعني أحيانا اللي احنا نتواضع زيادة بس الحقيقة لدينا إمكانيات كبيرة مثل ما رعينا هالمتميزين قادرين نوسع برامجنا إن شاء الله اللي احنا إلى الأمام هلا في عنا مشاريع كتير إضافة لمشروع البرامج الأكاديمية هنحاول نستقطب قريبا أيضا المتفوقين والمتميزين في الوسط الجامع ونحاول قدر الإمكان نعمل برامج الثرائية لتغني معرفتهم سواء العلمية أو المعرفية أيضا نستقطب هؤلاء المتفوقين المتميزين الموجودين اللي ما خضعوا لبرامج المركز الوطني المتميزين أيضا في عنا برامج كمان استقطاب المواهب المواهب سواء مواهب العلمية الثقافية الفنية ممكن أيضا نمشي فيها بهذا التميز الابداع في الكلمة الأخيرة خلينا نأمن بحال لأنه قادرين نساوي شيء لحنا بسوريا برا بيشوفونا الآن عنا حرب بس لحنا خلقنا من هالحرب الموجودة عنا خلقنا أيضا شعور أنه قادرين اللي احنا نخده بوطننا بالطريقة اللي هي بترفع رأسنا وترفع رأس بلدنا بين دول العالم كل آياتها أكيد يعني بدنا نتمنى لك كل التوفيق لما ودكتور دايما حضرتك داعم لهالإبداع العلمي كمان نتمنى لك كل التوفيق بإدارتك لبرامج الأكاديمية شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم أكيد ودائما نحن نفتخر بالإبداع السوري وموفقين بجميع مشاريعكم شكرا كل الشكر والتأذير شكرا شكرا مهلا سالي رح ننتقل لفقرتنا التالية بهدف تفعيل دور الأعلام ببناء وعي مروري عند المواطنين والالتزام بأنظمة السير لحماية أنفسهم من حوادث الطرقات والتقليب من الحوادث والكوارث المرورية ومن خلال خطة إعلامية وتوعوية تشاركية مستدامة نظمة وزارة الأعلام وبالتعاون مع الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق ورشة عمل حول دور الأعلام في تكوين الثقافة المرورية وذلك بمشاركة كل الجهات الرسمية والخاصة المهتمة بالسلامة المرورية تفاصيل أكثر مع الزميلة نينا شايبون موسيقى 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 تأتي أهمية قيامة تهيك نوع من الورشات في هذا الوقت يعني العصيب الذي يمر على سوريا هو عبرة عن مؤشر ودليل على تركه مؤشرات التعافي في سوريا خاصة بعدما يقارب لسبع سنوات من الحرب يعني الظالم المفروضة على سوريا لنقول للجميع لنقول للعالم بأن شعب السوري شعب يصنع المعجزات وشعب السوري عازم وقادر على النهوض بسوريا وأخذ سوريا إلى براء الأمان وشعب السوري مصمم على استعادة كل تفاصيل حياته اليومية مهما كانت صغيرة ومهما كانت بسيطة وشعب السوري أيضا مصمم على إنهاء الفوضى ومحاربة الفوضى وكفاة الفوضى والفساد هذه ورشة العامة تأتي ضمن هذا الصياط يعني موضوع السلامة المرورية تأكيد تذكير المواطنين بأهمية المرور وأهمية كل شيء وكل تفصيل صغير في حياتنا من الضروري جدا أن يتم التعامل معه بكل مسؤولية كبيرة جدا فنحاول نحن هلأ ننطلق انطلاقه جدي صحيحة على أسس علمية لكي نبني الثقافة المرورية الصحيحة بحيث يكون المواطن واعي ومنتظم ومتقيد بقوالين السير وأنظمة السير لكي يحمي نفسه ويحمي الآخرين المستخدمين للطريق في الندوي باختصار الإدارات المختصة المرور والوزارة التأهلي والبعض الوزارات إلى دور كبير فيه لكن هاي القضايا التي تقوم فيها ما فيها تصل فيها إلا للجمهور عن طريق الإعلام هاي اليوم نحن نعمل الورش يتعامل مع جميع القائمة حوالي السير لتركيز على دور المجتمع الأحلي دوره تفعيله دوره المهم في المجتمع لأنه قادر على وصول المجتمع فنحن اليوم نبني رسالتنا في مدوين من كافة الجهات المعنية بهذه القضايا والإعلام هو اليوم العامود الأساسي في الورش رح يكون أريج بداية نشرتنا الثقافية من دمشق وورشة عمل حول تعليم أخلاقيات البيولوجيا والبحوث برعاية وزارة التعليم مشاهد رصدتها كاميرا الأخبارية مع زميلتنا هالا السادي بهدفه تطوير مفهوم دور اللجنة الوطنية وأخلاقيات البيولوجي وتنمية مقدرات الأكاديميين في الكليات الحكومية قامت وزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية السورية للنوسكو بالتعاون مع مكتب للنوسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت ورشة عامل حول تعليم أخلاقيات البيولوجي وأخلاقيات البحوث أهميتها بشكل عام هي بتأخل كادرنا البشري وبتطور طبعاً قيمنا وأخلاقياتنا معروفة وتاريخنا معروف في هذا الأمر إلا أن هناك في بعض المحاور الديقة والجزئية والدقيقة اللي لازم وخاصة في مجال الطبي والبيولوجي أنه يطلع عليها الباحث والعالم ونقل هذه الأسس والقيام إلى أجيالنا وإلى دارسنا في الجامع اليوم نظم هذا النشاط خدمة لأهداف وزارة التعليم العالي التي تسعى دائماً لتطوير العملية التعليمية وبناء قدرات العاملين فيها من أساد جامعيين لدينا نشاط على مدى أربعة أيام سيوفر فرصة أهمة جداً لتبادل الخبرات مع خبراء اليونسكو في هذا المجال ومع الخبراء والأسادزة في الجامعات الوطنية الحكومية والخاصة نحن اليوم مبسوطين كتير أنه نلتقى بالشام من بيروت للشام ونلتقى بزملائنا بالشام كل اللي بيهتموا بتعليم الأخلاقيات بالجامعات وأنا مسرور كتير أنه في هالجمع من كل الكليات والجامعات التأيوهون لنقدر نشارك مع بعضنا بالأمور الأخلاقيات منظمة اليونسكو ليست فقط منظمة للتعليم بل لتعليم الأخلاق أيضاً ونحن من خلال هذه الورشة وجدنا أن نضع أصص عن كيفية التعليم ووضع البحث العلمي بحيث لا يكون بحث علمي فقط بل بأن يكون تحفة فنية لكي يستفيد منها مجموعة الكوادر التعليمية ليصدروها للطلبة فيجب أن تشارك في هذه اللوحة الفنية أي الأخلاق مع العلم هذه الدورة تذكرنا أنه أهمية إعادة الاعتبار الأخلاقيات الحيوية في كل المجالات وإحنا كمنظمات عالمية نقدر نقدم التعاون علشان نقدر نتخطى التحديات ونحلها سوا تأتي هذه الورشة بعد انعقاد القمة الإقليمية للجنة الوطنية في أخلاقيات البيولوجي التي عقدت في مصقط مؤخرا حيث تم عرض الإنجازات والتحديات في تعزيز أخلاقيات البيولوجي والأخلاقيات الصحية في حالة الصراع بما في ذلك القضية في سوريا فاقترحت منظمة اليونيسكو هذه الورشة لتعزيز قدرة أعضاء الهيئة التدريسية والاختصاصيين في أخلاقية البيولوجي على التعليم والبحث في مجال الأخلاقيات ومن دمشق إلى سويداء واختتام ملتقى النحط الثالث التي استمر لمدة 15 يوما وضم الكثير من الفعاليات الفنية والترفيهية ورشاة النحط والرسم تفاصيل أكثر بتقرير مرسلنا أشام حمدان أختتم في محافظة السويداء ملتقى النحط الثالث والذي استمر لمدة 15 يوما وضم الكثير من الفعاليات الفنية والترفيهية وورشاة النحط والرسم وغيرها الكثير من يملك الشباب يملك المستقبل هؤلاء هم عدة المستقبل ما أرواعهم في هذا الملتقى الرائع وجيشنا يحقق الانتصارات في اتجاه الشرق والغرب وفي كل بقعة من بقاع سوريا لسحق هؤلاء المتآمرين هؤلاء الكفرة هؤلاء الذين حاولوا أن يزيلوا البسمة عن أبناء سوريا خسئوا سيبقى أبناء سوريا فاعلين ومؤثرين في كل الأحداث سواء على أرض سوريا أو خارج أرض سوريا اليوم اتحاد الوطن طلبة سوريا وشباب الوطن يختتمون هذا الملتقى بعد جهد كبير وعناق 15 يوم من التعب والجهد الشكر أولا لكل من بذل قطرة عرق في نجاح هذا الملتقى أي أن كان الدورة الذي قام به وهي رسالة صمود شباب سوريا صمود شباب الوطن وطلبة سوريا من كل فئاتها وقطاعاتها أن شباب السوري صامد بفضل طبحيات الشهداء بفضل دماء الشهداء وأبطال الجيش العربي السوري نقدم رسالة رسالة العلم والمعرفة نحن بالعلم والمعرفة والإرادة ندحر وسندحر الإرهاب وداعميه مشاركة مهمة كان فيه نقل خبرات من الأساذي للطلاب الطلاب بحاجة لهذه الاستفادة ويتعرفوا على المادة مشاركة على المستوى المعنوي كثير مهمة بالنسبة لألي نرجعت على كل اتباع التخارجي ويستغلت بين أساطتي ضم الحفل فقرات فنية ورياضية واختتم بتكريم كل من شارك وساهم في إنجاح الملتقى والذي تسعى كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء إلى تحويله لتقليد سنوي وإلى محافظة الترتوس وتحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بطرياركية السريان مار أفرام السرياني وبدعم من برامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث بدأت فعاليات مهرجان أبيض في حديقة الباسل بترتوس بفعاليات فنية ونشاطات تفاعلية لمجموعة من الشباب والشابات كاميرا الإخبارية السورية كانت برفقة زميلنا محمد حسن ووثقت المشاهد التالية تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بطرياركية السريان مار أفرام السرياني وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأت فعاليات مهرجان أبيض في حديقة الباسل بترتوس بفعاليات فنية ونشاطات تفاعلية لمجموعة من الشباب والشابات كلمة البيض هي طبعا نحن نتفاعلها بالمستقبل بالمستقبل الناصع لسوريا الحبيبة شبابنا والصبايانا هل عندهم مخزون فني وثقافي نحن لازم نترجمهم إياه نبرزهم إياه نوضحهم من خلال مهرجانات وفعاليات مثل هذا النوع من الفعاليات رسالتنا من خلال هي الفعالية أنه عم قيمة هي الفعالية بمناسبة يوم الشباب العالمي اللي هو بـ 12-8 يوم السلام العالمي اللي هو بـ 21-9 رسالتنا هي رسالة سلام لسوريا ولكل العالم هو رسالة حب وسلام من بلد السلام سوريا يحملها الشباب السوري بلغة الفن لغة الحياة في مواجهة لغة الموت الذي يتقهقر بصمود السوريين ووقوفهم جنبا إلى جنب مع حمات الديار رجال الجيش العربي السوري وإلى بوتروسبورغ حيث افتتح معرض لمشاريع إنشاء مجمع المتاحف والمعارض الجديد بعنوان حصار للنقراد والدفاع عنها علما أن الفكرة كانت قد ترحت في عام 2014 وتهدف المناقصة لا ترح مشروع من شأنه الجمع بين مبنى المتحف نفسه والمنتزه وملتقى رفدي نهر نيفا والأراضي المحيطة به والتي ستتوزع فيها المعارض معارض مؤقتة مؤقتة فضلاً المركز التذكاري والأرشيف والمكتبة أيضاً ويفترض أن تبلغ مساحة المجمع التذكاري 25 ألف متر مربع إذ تتوزع المعارض والمتاحف وسط المدينة التاريخية لبوتروس بورغ ليصبح المجمع التذكاري الجديد معهداً قومياً من شأنه دراسة وتوثيق حصار المدينة وتاريخها أريج هاي كانت جولتنا الثقافية لليوم فاصلوا من تابع بقية فقراتنا ثاني بفترة قياسية أصبح المزود الأول والرائد لخدمات النقل بالشاحنات والحلول اللوجستية وظروف الحرب لم تقف عائقاً بل كانت بوصلة جهود مكثفة لاستمرار هالنشاط بالربط بين سوريا وباقي الدول أريج ضمن مساحة تلاقى في العالم خلال الفترة الماضية على أرض مدينة المعارض تحقق الكثير من الفرص والعلاقات نحو مشهد إعمار سوريا واليوم ضمن صباحنا غير رح نسلط الضوء على النشاط الاقتصادي عبر نموذج شركة نهر العطاء للشحن الدولي ومعنا ضمن صباحنا مدير الشركة الأستاذ حسن عجم أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يسعد صباح أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك حسن يعني بالبداية خلينا نتعرف أكتر على نهر العطاء المزود الأول ونشاطاتكم نحن أسسنا نهر العطاء بالألفين وخمسة بالعاصمة السورية دمشق وانتشرت فروعها بجميع المحافظات السورية وإلى فروع بخارج سوريا سواء لبنان أو العراق أو الإمارات نعم أستاذ حسن خلينا نحكي عن معرض دمشق الدولي مشاركتكم ضمن المعرض يلي كان بدورته التسعة وخمسين كيف لقيتوا مشاركتكم كيف لقيتوا إقبال العالم تحكي لنا شوي معرض دمشق الدولي دورة تسعة وخمسين الحمد لله تمت بعد انقطاع دام خمس ست سنوات كان عرص وطني بالحقيقة قدرنا نعوض فيه السنوات الماضية كلها اللي ما كان فيه المعرض نحن مشاركتنا بقطاع النقل والتصدير كنا عبره أكثر من جناح عبر القطاع النسيجي والكيميائي وهي الدعم وتنمية الصادرات والإنتاج المحلي نعم يعني ضمن هيدا المشاركة لاحظت أنه نفتح أفاق جديدة يعني دائما المعرض بيتيح فرصة قديش أتاح معرض دمشق الدولي فرص للكون لكتير من الشركات برأيك المعرض دمشق الدولي أتاح فرصة لكل الناس يعني ما حدفات على المعرض دمشق الدولي بيستند أو كعارض على أي مستوى شركة أو أي نشاط كان كبير أو صغير بالمعرض إلا ما كان إلو إفادة فالخير عمع الجميع بالمعرض والإقبال اللي كان شفناه وشاهدناه يعني إقبال غير مسبوك يعني زهود كتير مبذلت بها المعرض والكل تعيب والكل اشتغال اليوم بعد انتهاء معرض دمشق الدولي كيف بتقيم مشاركتكم وبتقيم نتائج هالعمل هادو وهالمشاركة المشاركة مميزة والكل استفاد من المشاركة تم تسجيل عقود ضخمة بكل القطاعات النسيجي أو الغزائي أو حتى الكيميائي الهندسي والزراعي حتى القطاع الزراعي كان له حصة جيدة كله بفضل الدعم الحكومي اللي قدمتنا ياهو بفضل الوفود اللي زارت للبلد إن كان عراقية أو لبنانية أو أردنية من كل الشرائح حتى الليبية ومصر كمع ومصر الجزائر كان الحصة جيدة فهدول كلهم تم إبرام عقود مع جميع المصدرين مع جميع المنتجين ضمن المعرض هذا حيعمل خير وفائدي على الجميع أكيد يعني اللي بهم أكتر شيء بمعرض نسخ الدولي يتميز في هالمعرض هو مثل ما زكرتم كان مشاركة وفود ودول العربية وأيضا أجنبية لكن في شيء كتير مهم هو عودة المغتربين ومشاركتهم بالاقتصاد السوري وإبرام عقود أيضا ويمكن كان هنا سلة توصل بين سوريا والدول بالخارج أكيد أكيد هلا عودة المغتربين نقطة كتير مهمة ونحن دائما منعول عليها وهي نقطة محافظة للجميع ووصولوا الوفود للمرة الثانية لسوريا نحن هنا تجربة ناجحة تكللت أول مرة بالنجاح عبر معرض سير يموت والتجربة الثانية توجت بمعرض دمشق الدولي هذا الشيء كسر حاجز الخوف لدى الناس الموجودين الوفود العربية اللي إجتنا هالمرة أكبر كمية ومعاد في داعي يعني نحن نادي حدا يجي صارت الناس هي تجي يعني إجوا وشافوا سوريا انبسطوا بالمعرض عشرة أيام صحيح الكل تعيب الكل استهلك بهذا المعرض بس نحن مبسوطين يعني نحن رضيانين عم نعمل شيء كتير لحلول لإنه ولا البلد في نتائج حققات أكيد النتائج كلها وشفتوا أنتم بزياراتكم حتى يعني زوار دمشق هنن يعني زوار سوريا هنن كانوا كمان متفاجئين متفاجئين والعدد يعني العدد اللي غير متوقع وإشغال يعني هاي أول مرة تنشغل المدينة المعارض بهاي المساحة كعارضين يعني من مستوى اللي جاء بسطة وحطة لا أكبر جناح موجود يعني مستهلك المدينة بشكل كامل أكيد كان فيه أجنح كتير كان فيه مثل ما قالت عرض أكبر حجم ممكن للعارضين أديش حسيت معرض دمشق الدولي أنعش الاقتصاد بهيدا الفترة يعني خلال فترة عشرة ايام حسنا في إنعاش للاقتصاد هذا الشي مهم كتير أدي حسيت إنعاش للاقتصاد كبير كتير والدليل على كلامنا أنه نحن شاهدنا تحسهم بسعر الصرف وسعر الليرة السورية تماما خلال هاي الفترة يعني اللي بيقلك ما صار لا صار عنا حركة بيع وصار عنا حركة قوية وصار فيه إقبال من جميع من الوفود ومن الجمهور السوري وهذا الشي نعكس إيجابيا على البلد وبدينا بهاي المرحلة يعني احنا بمرحلة الأعمار مشينا مؤنع من جهز لا مشينا وانطلقنا وصرنا إن شاء الله بأول الطريق ومكافين تمام بمجالكم شو هي التحديات يلي واجهتوها حالا تحديات قطاع الشحن هو من أهم القطاعات اللي اتضررت ومن أكثر قطاعات اتضررت بسبب الطرقات أول العمال الإرهابي اللي صارت عنا بالبلاد قطاع الطرقات أغلاق المعابر البرية يعني هذا كله أثر علينا نحنا بس قدرنا مستمرين يعني إحنا كشركة قدرنا مستمرين ضمن الأزمة موقفنا عبر فروعنا كلها والأهم منهم أنا بضل دائما بذكر فرعنا بحلب هذا فرع مكافح مقاتل يعني رغم كل الأزمة تعرض لك لكافة الأمور يعني اللي تعرضت لها أي شخص موجود بالبلد من قطاع طرقات من توقيف سيارات من حجل السيارات من الخطف هذا الشيء أثر علينا كله بس الحمد لله ضلينا مستمرين نقلنا المركز أكتر من مكان بس ما وقفنا والمعابر البرية بس يعني تتكلل بهمة أبطالنا جيش العربي السوري وتنفتح كمعبر نصيب ومعبر التنف تبع العراق هذا الشيء بيسهل وبيرجع الحركة قويا احنا ما وقفنا عبر الميناء وعبر المطار ولقاينا كل الحلول كشركة يعني ما فيك ودرنا نوصل المنتج السوري بكل الظروف لجميع الأماكن مو بالتكاليف اللي كداد التكاليف لأنه اختلفت شوي الأمور منتج السوري منتج مرغوب بكل أنحاء العالم وبيتمتع بالجودة يعني كمانا وما في يعني ما في منتج وتصدير ما في منتج ياخد مكان وممكن يحل بديل مؤقت أوكي بس أنه يكون مكان ومجرد ما انطرح منتج السوري وهذا الشيء شفناه عبر تجربة معرض سيريا ومول ومعرض دمشق الدولي أنه أول ما صار فيه منتج وفيه وسائل توصيل إجرت الناس وعملت عقود ضخمة وأبرمت عقود فالحمد لله منتجنا يعني له سماعة عالية ورح يضل إن شاء الله يا رب إن شاء الله أكيد يعني قديش هالمعرض رفع شوي من المعنويات أو رفع كتير من المعنويات للتجار للصناعيين لكل العالم يلي قدرت أنه تعرض البضايا تبعه قديش رفع لك من معنوياتكم أنتو كشركة رفع لنا كتير من معنوياتنا مثل ما أقولوا النفسية والاقتصادية والعملية حفزنا على العمل أكتر حفزنا على الصمود حفزنا على الإنتاج نحنا موجودين وبقيانين ورح نبقى ورح نظل موجودين ونشتغل وهذا الشي خلق روح التنافس يعني إحنا كشركات موجودين كقطاع شحن أو تصدير أو نسيجي هذا خلق روح التنافس إننا كلها موجودين والناس عم تجي فصار عنا همة الحماس إنه كل الشخص دي أفضل أسعار يعني الصناعية مشكور عم يجاهد ويشتغل ويأنتج كلهم مشكورين ضمن هذه الظروف وكل الموجودين فهذا خلق روح التنافس يعني صارت الناس محفزة تشتغل مبسوطة مرتاحة نعم يعني مشهد إعادة الأعمار إعادة أعمار سوريا فينا نقول تصدر رؤى كل المشاركين اليوم شو خطتكم الموضوعة في هذا الاتجاه نحنا عاملين كل الخطط الموضوعة وماشيين يعني عم نحاول نسبه الأيام اللي جاي يعني الدولة ما أصرت قدمتنا يعني أهم أهم فكرة كانت ضمن معرض دمشق الدولي هي النقلة المجانية الدولة دعمت بناء المجاني لكافة العقود اللي عم تتنظم بمعرض دمشق الدولي هذا الشي عطى تحفز للوفود وللشركات ولكل المشاركين إنه أنت تبيع بأفضل سعر والشركة والدولة هي عم تدعم بالشحن وإنت كشركة تقدم أفضل فهذا الشي عطاهم فرصة خلق فرصة كتير جيدة وقدروا يعني هي هي أساس يعني أخذت جزء كبير من حيز أنه تنظيم عقود يعني الكائجة ينظم عقد بعشرة طون نظموا بعشرين وثلاثين طون لأنه طلع ما في تكاليف يعني إحنا الدولة السورية عم تدعم عم توصل لك منتجة لبلدك بنفس الكلفة ببلدنا نحنا فهذا الشي عطا تحفز ونحنا بهل أثناء عملنا تجهيزاتنا للشحن الجوي للشحن البري الشحن البحري طبعا حسب كل دولة وكيف فينا نوصلها وجهزنا قوائم وعروض أسعار والناس كانت مبسوطة ومرتاحة كتير يعني وهذا الشي سهل عملية التصدير كلها تمام يعني نحنا بدنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بيكون المعرض هو فاتحة خير عليكم وعلى جميع الشركات وإن شاء الله نقدر نعيد أعمار سوريا بالعالي شكرا كتير لوجودك معنا لديوم أستاذ حسن أهلا وسهلا لك شكرا كتير لألك أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار لإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع زملتنا علا أبو خضر صباح الخير علا صباح نور أريز شكرا لألك مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم الأنباء بعد الفاصل أهلا بكم أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة كثفت عملياتها المركزة على تحسينات ومحاور تحرك لإرهابي داعش في محيط مدينة السخنة باتجاه الشرق وأحكمت سيطرتها على ثلث الاتصالات برفي حمص الشرقي وبيّن المصدر أن عمليات الجيش والقوات الرديفة أسفرت أيضا عن القضاء على أعدادا من إرهابي داعش وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم إلى ذلك قضت وحدات من الجيش العربي السوري على إرهابيين من تنظيم داعش في منطقة وادي العذيب أثناء محاولتها الاعتداء على نقاط عسكرية بغيتا فتح ثغرة لفك الحصار عن الإرهابيين في محور صبور أثريا برفي السلامية الشرقية وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة عشر إرهابيا وإصابة آخرين أعلن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم العثور على رفاة رجحة أن تكون لجنودا لبنانيين خطفهم تنظيمة داعش وجبهة النصرى في بلدة عرسال عام 2014 وقال إبراهيم إن الأمن العام والجيش اللبناني يعملان على انتشال رفاة نحن شبه جازمين أنها للعسكريين المختطفين لارتدائهم بزات عسكرية وتم تحرير ستة عشر جنزيا لبنانيا عام 2015 فيما لا يزال تسعة جنود في عداد المفقودين طالب الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج سريعا عن الصحفي الفرنسي لو بورو المعتقل في تركيا وإعادته إلى بلاده ونقلت فرانس بريس عن رئاسة الفرنسية قولها في بيان لها إن ماكرون تحدث هاتفيا إلى أردوغان وطلب منه إضافة إلى تحسين ظروف اعتقال الصحفي الإفراج بشكل سريع عنه وإعادته إلى فرنسا شهدت مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا صدمات وأعمال عنف بين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألاف آخرين مناهدين له أسفرت عن اعتقال أربعة عشر شخصا المصادر أكدت أن الصدمات وقعت في منتزه دوثر كينج جونيور الذي أغلق أمام العامة حيث قام المتظاهرون المناهدون لترامب بمحاصرة مؤيديه مرددين هتفات لا لترامب ولا لأمريكا فاشية وأيها النازيون عودوا إلى منازلكم في خبرنا الأخير أغلقت السلطات الأمريكية مطار هيوستن أمام حركة الملاحة التجارية بينما علق مطار هوبي الدولي ثاني مطار في المدينة هو الآخر جميع الرحلات بسبب المياه في المدارج وأخريت إحدى أطخم مستشفيات هيوستن بسبب الفيضانات الكارثية التي تسبب بها الإعصار هارفي وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مطار جورج بوش الدولي في هيوستن علق جميع رحلاته التجارية بعدما غمرت الفيضانات أطرقات المؤدية إليه ما تسبب بزيادة عزلة كبرى مدن ولاية تاكساس بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجة عودة إليك أريج شكرا لك علاء أما هلأ أكيد مكافيين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا الصباحي أريجا باقتراب موعد صدور المفاضلة العامة بيستعدوا طلاب الثانوية ليتعرفوا على المجالات والاختصاصات الجامعية والعديد منهم بيلاقي صعوبة أنه يختار الاختصاص اللي بيناسب كل طالب فقد قام فريق كومبارس التطوعي بإقامة ملتقى خاص بطلاب الثانوية لنحكي أكثر عنها الملتقى وفريق كومبارس خلينا نرحب بجوفنا لليوم سي ويارا حيرب أكيد نحن بنرحب فيكم ويسعد صباحكم صباحكم يا رب يا هلا صباح الخير وأهلا وسهلتكم بداية خلونا نحكي بشكل عام عن الفريق نحن فريق كومبارس نحن فريق تطوعي هدفنا الأساسي أنه نعرف طلاب البكالوريا اللي هلأ فايتين على الجامعة الجديدة وعجو الجامعة شو هي الجامعة شو الاختصاصات الموجودة نعرفهم على طريقة الدراسة ونساعدهم يتعرفوا أكتر على الاختصاصاتنا الجامعية بكل الفروعة سوق العمال الطريق الأكاديمي نشرح لهم أكتر عليه والسوق العمال أنه ممكن يدخلوا على السوق تمام ويأبدعوا تماما تمام عدنان خبرنا هالملتقى للطلاب وين أقمتوه وأيضا وين عم تكونوا متواجدين وكيف عم تساعدوا الطلاب هاي السنة الملتقى كان صندوق الشيرطون بارح كان أول يوم ومستمرين لحنا اليوم وبكرة المحاضرات هي من رتبة لحنا حسب برنامج بيشوفوا الطالب بيختار الاختصاص اللي حابب يحضروا وبيجي على الفندق وبيحضروا الاختصاصات هي عم تكون تتراوح بين الاختصاصات العلمية والأدبية تماما كيف عم تجذبوا الطلاب كيف عم تعرفون بحالكم حتى يدروا يجوا ويستفيدوا من خدماتكم من عدة شغلات منها صفحتنا على الفيسبوك بنزل إفنت خاص بهذا الإفنت نحن نحن نحكي شو رح يكون في عنا ضمن الفعالية الفعالية هي موجرد محاضرات تعريفية في عنا عدة نشاطات تانية مثل هالسنة حكينا عن أهمية اللغة الإنجليزية بحياة جامعية للطلاب وفي عنا مسرح تفاعلي هو عبارة عن تفاعل بين الطلاب والجمهور كما نضمن الشيء له علاقة بالجامعة وشو الطالب الحياة الجامعية شو فيها قصص حالو كتير يعني الفكرة تبع فديقون كيف أجيت وشو هدفها؟ كيف أجيت الأستاذ بيلال هو المدير مشروعنا اقترح علينا الفكرة وبلشنا بالمشروع من 2015 حكينا كيف بلشتو فيها؟ بلشنا بال2015 بفندق أمية أول مرة كنا نعمل الفعالية كان عنا حضور تقريباً 9000 طالب كانت الشريحة واسعة كانت انطلاقة قوية لع المشروع غطينا 70% من الاختصاصات الجامعية بعدين بال2016 كملنا انطلاقتنا عملناها كمان بفندق أمية كان غطينا 80% من الاختصاصات وكان عنا جمهور أوسع كان عنا 14000 طالب وكسور يعني أنت عم تعطينا الأرقام بحزع فيرة يعني احنا عملنا استبيان تمام تمام هذا الشيء كتير مهم وبال2016 ما وقفنا بدمشق كمان احنا ع حلبو حمص وتوسعنا وغطينا شريحة لسه أوسع من السنة لقبلها هاي السنة ملنا بشيريتون لأسر وغطينا كمان 8% من الاختصاصات يمكن المساحة شوي مع ساعة تتكون المساحة كانت واسعة بس فندق أمية ما كان فيه يمكن اي تماماً احياناً بالمكان الملتقى ريجو هو بيقدم كمان من حيث المساحة من حيث استيعاب الطلاب تماماً نحنا بنحكي عن الاختصاصات كلها تقريباً علمية وإدبية مثل ما قال صديقي هدفنا الأساسي أنه الطالب البكالوريا بس يطلع بفوت هيكي بشوشرة وضيع أنه ما عرفان هو لين رايح أو شو هو الاختصاص نحنا بنساعده لما يندم بحياته الجامعية لأنه كانت كثير شائعة أنه يكون دخل اختصاص يريد ينقل على اختصاص بني يقول لي قبل حبيته تماماً عدنان يعني أنتو مثل ما زكرة تيارة أنه عم يصير في استبيان للمشاركين معكم من الحاضرين قديش عم تلمسوا نتائج نجاح عملكم وقديش الفائدة بالفعل عم توصل للطلاب يلي هن جاعين لحتى يستفيدوا من خدماتكم الاستبيان هو عبارة عن استمارة للطالب يعبي فيها معلومات شخصية بالإضافة لتقييمه للمحاضرة للمكان للزمان فلحنا حسب السنوات السابقة كان فيه نتائج إيجابية جداً فحتى توصلنا رسائل على الصفحة عم تشكر الفعالية وعم طالب أن نتوسع بمحافظات أكتر هالسنة إذا بنا نحكي عن المبارح فكان التقييم ممتاز جداً صراحة كان فيه سناء جداً حتى على الإفينت على الصفحة عم يطالبونا أن نتوسع أكتر تعطيق قريباً على كونباس انو امتلاقة كونباس كونباس بمعناه هو بوصلة نحنا كطلاب جامعيين نضع لعين من البكالوريا الجديد فالطالب يكون ضياء البوصلة ما عارفان شو بدوين رايح كان كل حياته بالجامعة كان كل حياته كطالب بكالوريا دراسة دراسة وخلصنا صنع الجامعة أنا شو بدي ساوي أنا نضيع البوصلة فقوم باس هو بوصلة الطالب ليلة يطريق الصح يعني قداش كونباس يعني قدم شيء للطلاب أعطاكم أقول لكم دافع حملكم مسؤولية نوعاً ما هلا مو مسؤولية لأنه أنت بتزعلي إذا كان زميلك الجامعي ضايع أو ما قدران يمشي به لهي فنحنا من بسيط بهذا الشي بعدين هذا الشي لحنا لمجتمعنا نرفع من سوية مجتمعنا فهذا الشي أبداً مو متعب هاي مو مسؤولية هاي نحنا واجبنا للمجتمع حلو فهيك تسادي أنت لأنه دائماً العطاء هو بيمنح سعادة وخصوصي أنه نحنا عم نعطي زملائنا عم نحس بالعالم يلي مثلنا كمان عندك طلاب أكيد كلنا مرأنا بهذه المراحل تحكي لنا كمان عن هذه التجربة؟ في شغلة يتميز فريقنا أنه نحنا متطوعين جميعاً ونستفيدين من 2015 و2016 فأنه نحنا مو أشخاص دخلنا جديد ما بنعرف شي لا تماماً نحنا أخذنا التجربة حضرنا كون بس استفدنا وحبينا نفيد غيرنا أنت بتفوتي مثلاً على الجامعة وش في طالب بيقول أنه أنا ما بعرف لو بعرف هيك الأخصاص ما كتفتت فهو بالتالي ضوع سنة من حياته ممكن يرجع يعيد ممكن بس بالتالي خسر سنة فأنت كلمال تتفادي هاي الغلط كلمال تخلي الطالب من الأساس وأنا عرفان وين فايت عرفان شو بدي عندي صورة ما لح نقول مية بالمية بس يعني تمانين بالمية أنه أنا عشي اللي فايتو بالتالي أنا ما فوت لح أبدع رح أنجح رح أوصل لشي اترك اللي اسم اترك اللي بصمة يعني للفريق تبعاكم أنه فيه اختصاصات معينة يعني عدد من الشباب مختصين بهذا الفرع بيتم الشرحة عنه للطلاب كيف عم تتوزعوا وتتقاسموا الأقصان نحنا عدة فرق منها فريق تنظيمي هو اللي بيكون نتواجد أيام الفعالية بينظم الأوقات وهي الأقصاص الفريق الأعلامي مسائلته هو أن يحكي عن الفعالية واللجنة العلمية اللجنة العلمية هنالأشخاص اللي بيختاروا المحاضرين الأكفاء اللي بيحكوا المحاضرين بيمتميزوا أنه الحيادية نحنا حيادية للأختصاصات يعني ما بيتم اقناعها يعني لا أبدا بالعكس يعني الفرع بصورة تقريبا حيادية تامة بنحكي سلبياته وإيجابياته ومنترك الخيار للطالب هو يختار الشي اللي بديه وبالتالي المحاضرين كمان بيهمنا أنه يكون عنده خزينة معرفية واسعة والقاء يعني أنا صح عندي خزينة معرفية بس أنا هل يا تورال حقدر وصل يلي عندي للطالب يعني بخاف مثلا أنه يجي محاضر مثلا يكون عنده بس يحكي كم شغلة يكرهه الطالب بالفرع هيك عن طريق الغلط فبالتالي اللجنة العلمية بتدرس هاي القصة بحذر جدا يعني هي مراحل مدروسة رحنا نتقل لك يارا لا تحكي لنا يعني إش لوين بتكون تواصلوا بكمباس لوين حابين تواصلوا بهيد المشروع هلأ نحنا هاي السنة بكملنا والسنة الجاية كيد لح نكمل بدنا نوصي الأكبر شريحة ممكنة من الطلاب نحاول نجزو بالطالب ونساعدهم هلأ بلشنا بالفعالية بعد فترة دنا بلش بالمراحل تدريب للأشخاص معيني وبعدين كيف نقدر هناك مشاريع رح تكملوا فيها من بعض الملتقة شو هي هذا؟ أنا بلشتنا بمشروع جديد هو عبارة عن تصوير بعض المقاطع الفيديو بعض الأبحاث للطلاب صراحة انطلق الإفنت بحدود الشهر الرابع تقريبا بفترة القم قطاع طبعا الباكالوريا إنه بيكون الطالب قاعد ببيته صعب إنه يروح و يجيب مضوع وقت صراحة فبالتالي حصورنا مقاطع الفيديو نزلناها بإفنت خاص وكان فيه تقريباً وصلت لعدد كتير كبير من الطلاب إذا بنحكي عن الأرقام بالمشاهدات فوصلت لخمسين ألف تقريباً طالب مشاهدات ما هي ما كانت شغلة شمول وإنما ركزنا على الأفكار المهمة اللي بيحتاجة الطالب بلشنا بهذا المشروع ويحن نكمل فيه بإظن الله هي السنين ويحن نتوسع كاغتصاصات أكتر ومواد أكتر إن شاء الله يا رب يعني يارا بدنا نتمنى لكم التوفيق بدنا نتمنى لكم كمان التوفيق عدنان شكراً إليك بمشاريعكم إن شاء الله تقدروا توصلوا لاللي بدكم ياه ونقدر نوصل الفكرة لجميع طلابنا شكراً لحضوركم معنا يعني فريق كونباس عم يساهم بإعادة أعمار سوريا عبر الاغتصاصات اللي عم نطرحها للطلاب أكيد يلي هنا بيدراستون رح يساهموا بإعمار هالبلات شكراً كتير رأيكم للجهود اللي عم تفزلوها شكراً لكم أريج لهم بتكون وصلت محطاتنا للختام واللي ضمنت محطات عديدة عن أنشطة ثقافية وفنية اللي عم يشهدها نبض الشارع السوري ولكل المواضيع اللي بتحبوا إنه نصلت الضوء عليها بإمكانكم إنكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير ما مننسى أكيد تحيتنا الدائمة لحراس الأرض أبطال الجيش العربي السوري بدنا نقلكم الله يحميكم وتبقوا بألف خير وبي باي أكيد سالم نحب نذكر كل مشاهدين اللي تبقوا على اطلاع بآخر الأخبار حول العالم فيكن تبقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية وأيضاً ضمن صباحنا غير لحتى نصلت الضوء على كافة الفعاليات ونشاطات الثقافية بسوريا ومن هلأ لوقتها تبقوا بألف خير باي باي اشتركوا في القناة